السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كنتشاهدوا هاد الفيديو وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك اللي قدم على القناة وكنقول لكم شكرا والف شكرا اللي كنتدعموا القناة ديالي وكنتمنى لكم الصحة والعافية واللي اجداد على القناة الى اعجبكم لمحتوى ديال القناة ما تنسوش تديروا لايك وتديروا اشتراك في القناة باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد وغادي اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الاكلة اللي كتجي سهلا وكتجي زوينة وكتجي بين بين بحل هكا الوليدات كي يأكلوها الوليدات بسم الله انا غادي نبدا معاكم المقادر هنا عندي واحد تلتميات قرم ديال الروز اللي غادي نغسله مزيان بحل هكا كنخوي عليه الماء وكنغسله هو را كنغسله تلسط المرات بحل هكا كننغسله الغسل اللي ولا الغسلة الثانية وكنخليه مرقد باش كي يبقى معنا مفروز ذاك الروز كندلكو هكا بالمعرف باش كن نحيد منو ذاك الشوائب وذاك الوسخ غادي نبدله الماء تلسط المراس وغادي نخوي عليه الماء بحل هكا وكندير شوية ديال الملحة شوية ديال الزيت نباتية صافيو كنحطوه طيب بعد ما ارقتوش ينساعد ديال المقانة بحل هكا صافيو غادي نجيب واحد الكوكوت اللي غادي ننسلق فيها هكا الخضراء غادي ندير واحد الكمية ديال الجلبانة كندير هكا في الجنب صافيو كندير بطاطا حبة ديال بطاطا كبيرة وكندير حبة ديال خيزو كبيرة او الجزر صافي هاد الكيميار اللي عندنا احنا انا الخضراء اللي عندي هكا هي اللي خدمت بيها الى كين اللوبيا كين اي خضار كت اه هدي كتجيزوينة انا كندير شوية ديال الملحة واحد رشة ديال الملحة وكندير حسب نسكس ديال اللي ما عير باش ما تحرقش معنا الكوكوت وكنسد عليها بعد ما كتصفر الكوكوت راها كننقص عليها صافيو كنخليها الدمع وحد خمسة دقيق هكا كتكون طيبة انا اليوم بغيت نشارك معاكم هاد الالة اللي فت شاركتها معاكم ورخيصة وعملية انا جبت هنا واحد لحبة ديال البصلة والصارحة راها معوناني بحال هكا في البصلة في الربيع في يعني بغيت هكا نصوب الحريرة ضغية كتوجد لي كل شي انتم ما شفتوا معايا ثلاثة اه ثلاثة الدورات كتقطع ليها هكا البصلة وما كديرش فيها المر وغدي نخلي لكم الرابط ان شاء الله في اسفل هاد الفيديو انا غدي ندير البصلة الثانية شو ما شفتوا كيفاش كتقطعها انا من هدك الوقت وانا خدام بها يعني را هكا نخدم بها بحال هكا كتقطع الفلفلة تقطع هكا القرعة الصغيرة تقطع اه الجزر او خزو يعني عاملية نقلت غدي نشاركها معاكم اليوم في الفيديو لان رخيصة ما كتعداش مية وعشرين درهم وده بربما را هولت عير بمية درهم والموس ديالها ما تحفاش انتو ما شفتو كيضغيه باش كتتوجد لين البصلة كتحل تحلها بحال هكا وكتغسليها صافية ساهلة غدي نحكو حد ثلاثة الفصوص الموس ديالها ثلاثة الفصوص ديال تومة غدي ندرهم فوق البصلة بعد مكن نحق فوق البصلة هادي التومة صافية غدي نبدأ نتبل هنا كيفما قلت لكم هنا درت سجوج حباد ديالبصلة متوسطة للحجم ندير هنا واحد نسكس ديت الزيت البلدية او زيت الزيتون ندير شوية الملحة حسب الطوق ندير شوية ديالبزار رشة ديالبزار ندير الكركم او الخرقم البلدي نس معلقة وكندير حسب معلقة ديال ديالبابريكا او الفلفل الحلو او تحميرة شوية ديالكامون صافية نحرك هدل التوابيل مع البصلة صافية نجيب الفلفلة مقطعة انا مقطعها كطريفة شوية كبار انا عندي الفلفلة خضرة يلا عندكم الحمرة ديروا الحمرة تهي كجيزوينة او صفرة وكنحطها فوق البوطة كالطيب كنخليها تشحر شوية البصلة بعد ما تشحرت انا جبت هنا سدر ديال الدجاج انا كنعدي في الموج مميد بقي مادة بش مزيان قدي نحركو وننقص عليه شوية العافية وكنخليهي طيب وكي تطلق ونقطع اليه بعد ما تطلق معانا الدجاج او صدر ديال الدجاج انا غادي هنا نحركو مزيان باش كي يشرب هديك تتبيلا صافية وكنخليهي طيب على خاطره وكننرد عليه العافية متوسطة لان مني تيدوب كي يبقى ذاك اللي ما خصو نشف خصو جيناء شف صافي هوا بدكي طيب لكن احنا يا غادي نجاهدوا عليه شوية البوطة كنخليهي العافية متوسطة كي ما قدت لكم باش كي نشف من هدك الماء ما تيبقاش فيه صافي وغادي نجيبوا السلطة ديالنا اللي غادي نوجده هناك غادي نديرو حد جمعالق ديال المايونيز جمعالق كبار لان عندي شوية الكمية شوية كتيرة واحد المعلقة صغيرة ديال الخل وكندير حساب جو جمعالق كبار او ثلاثة ديال زيت زيتون شوية ديال اللي بزار شوية الملحة حسب الطوق لان ما غاديش نقوي لان درنا الملحة في الروز ودرناها في الخضرة صافي بعد ما دلكناها مزيان بحال هاكا غادي نجيب الروز زياننا بعد ما صفيناه اخوينا عليه المابارد وصفيناه سلقناها عرم السلقة غادي نديرو حد الحباد يلبصلها صغيرة صافي وكنديرت الخضرة اللي تسلقت معانا احنا كنسلقوها عرم السلقة وكنخوي عليها المابارد باش كتبقة شادة وغادي نخوي عليها هدل الخلطة هي باش غادي نخلطو وغادي نحركو بزيان بالمهل كنحركو هاكا بات الصباصولة دي العود قد الصمر عليه كنحركو بشوية باش ما كي يتمش معانا كيبقى شوية هاكا شد هتبقى الخضرة مزيانة صافي انا غادي نجيب هنا المول ديال هاد المول ديال الكيك ودهنتو بشوية زيت البلدية وغادي نخوي فيها الروز هادي علت الزين فقط انتو ما كتزينو بشكل اللي بغيسو لانا السلطة روجدات معانا نستمر عليها بحلقة حتى كنعمر هادل المول ديال الكيك صافي وكنتضغط عليها بحلقة كنضغط عليها مزيان صافي كنستمر عليها بحلقة حتى كنضغط عليها كنزيت شوية صافي بعد ما سيبناها احنا هي هنا اه درنا لها تزيين وحطينا تصدر ديال الدجاج في جانب ديالها لانا غادي ناكلوه هي وياها ثم شفتوا معي كيفاش كتجي ولعجبكم الفيديو ما تنسوا تشاركوا في القناة وديروا لايك باش دائما ان شاء الله تصلوا بالجديد عفوان وكن قوليكم تبارك الله عليكم والله يحفظكم وكنتمنى لكم ان شاء الله الصحة والعافية وشكرا على الدعم ديالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة